بأخذ منه الكلام في نهاية كلامه ورسالته الجمهيري النادي الاهلي ما تقسوش على لعبك النادي الاهلي بيمثل مصر في بطولة كبيرة زي كأس العالم الأندية ووجوده بالشكل اللي احنا شفناه في المباراة الأولى ثم التانية ثم مواجهة النادي كبير زي ما انتم شايفين كده النهاردة نادي الريال مدريد وبالتالي كان برضو الانتظار بالنسبة لجمهيري النادي الاهلي ان هم يكسبوا ريال مدريد دي برضو فكرة المفاجأة زي كمان زي برضو النهاردة جمهيري الهلي ان يبقى فيه مفاجأة وده ما بيحصلش كتير زي ما كان استاذ خالد بيتكلم معايا والنهاردة لما نيجي نتكلم على مباراة فلمينجو تاهد بفوز فلمينجو 4-2 حقيقة ما نيجي نبص للماتش في بعض الاخطاء انا تكلمت عليها في البداية اخطاء جهاز فني من بداية التشكيل وتغيير في تشكيلة الفريق اللي مفروض يعني اللي زي بيقول كده في الكورت القدم اللي بتكسب بوه العب يعني الفرقة اللي كانت موجودة في الماتشات اللي كنت بتكسب بيها ولو احنا تكلمنا تشكيلك اساسي يوم ماتش ريال مدريد كان عامل ازاي وهو التشكيل المفروض الاقوى بالنسبة لك عشان تقدر تواجه ريال مدريد كنت تلعب بيه النهاردة وتكمل بيه لكن اعتقد انه هو غير في مجموعة كبيرة جدا من اللعبين في مباراة اليوم وده برضو جزء بشوفه انه هو خطأ ممكن يبقى في دماغه انه هو بيرايح العيبة عشان الماتشات اللي جاية في البطولات اللي هيواجهها في بعض اللعبين ممكن تكون هو شايف ان وجودهم النهاردة هيبقى اضافة للفريق حاجات كتير ممكن تكون في دماغ كولر انا مقدرش اقول لهو الراجل في دماغه لكن التغيير نفسها انا بشوفها كتخطأ من الاخطاء الجزء التاني والخطأ الاكبر اللي انا بشوفه هو اللعبين داخل الملعب وده اللي بقوله والفرق ما بين اللعيب المصري واللعيب اللي ممكن نقول اوروبي او اللعيب المحترف بجد بقى فكرة ان انا لاص انا كنت مغلوب برجع للمباراة مرة اخرى بالتعادل ثم هدف بفوز جات لي ضرب الجزاء انا مبالومش طبعا معلول عادي خالص كلنا بنضيع وكل اللي عيبة بتضيع ضربات الجزاء لكن هنا النقطة انك تقدر يعني تسيطر على نفسك تسيطر على المباراة حتى لو انت ناقص واحد يعني نادي الاهلي اترد منه واحد ودي صعوبة ممكن تكون برضو جوه اللقاء لكن نادي الاهلي نادي كبير وعنده من الخطط الدفاعية والخطط اللي يقدر يعدي بها ماتش زي ده وهو محافظ على ناتيجته اتنين واحد وعنده مدرب كبير مفروض برضو عنده التعليمات اللي يديها للعيب عشان يقدر برضو ينهي اللقاء بالنتيجة اتنين واحد او الفوز او خلي بالكم كمان ده النادي الاهلي هو بعد ما جاب ضربة الجزاء والهدف التاني جاله كمان فرصة او كذا فرصة منها فرصة محمد شيف اللي هتكلم عليها لان الصراحة